حاجةك ويسر في الاخر لأت برلمان قوي وحيشتغل في هذا الاتجاه وفي ارادة سياسية للتوجه في هذا الامر يمكننا انا عايز اقول لحضرتك جينا في وقت من الوقات كان بعد ما اثرنا هذا الموضوع يمكن السيد رئيس البرلمان نفسه الجلسة عامة قال السنديق والحسابات الخاصة اوجه كثير الفساد موجودة فيها ويجب ان نواجه هذا الامر احنا اللجنة الاقتصادية كانت بتحرك بشكل قوي جدا في هذا الاتجاه وبتدير نجمع معلومات من مصادرنا برا الحكومة في البداية يعني ماهو ده حضرتك سيادتك قلتلي في الاول ان احنا كان معنا مجموعة معلومات فانا كان في دماغي ان انا برضو هفتح مع حضرتك كنتو مجموعة المعلومات دي اللي قبل ما اتجيلكم من وزارة المالية اشتغلتوا عليها من خلال اجهزة الدولة المختلفة بالتعاون معاكم الودي كده يعني لا بدون اي تعاون من غير تعاون بالمصادر معلومات داخل الدولة ده اجراء الطبيعي انا لا خلاص يا حريك لا ليه مصادر معلومات حضرتك في القصة حقال قبحك انه بيبطال على اللجنة الصبح داخل على مكان تخزين محدش عارف فين محدش عارف ازاي محدش يعرفه وانحنا موزعين الاجراءات بتاعتنا كل واحد مننا هيعمل ايه وهو يعرف الحتة بتاع توصل عرفش حاجة تانية علشان نقدر نوصل يعني احنا بنشتغل بنظام امن شوية علشان نوصل للمعلومة للأسف الشديد انت بتتعاملي مع ناس بقالها سنين طويلة فساد مستشري الفساد مستشري في الحتة دي فلازم بيحاول بقدر استطاع انه يغطي فبنبتل نشتغل بهدوء شديد لغاية ما بنوصل لنا احنا عايزين ولينا مصادر معلومات بنجمع منا معا زي برضو اجراءات الفسادة اللي كان موجودة في جهاز تامية التجارة الداخلية اهدار اراضي بين مليارات تلاعب في القراءات الزمن المالية برضو اشتغلنا فيها في اللجنة الاقتصادية واشتغلنا لكنها مصغرة والتقريب لدى الحكومة بقالوا خمس شهور ربنا يكرمهم ويحاولوه بس ان شاء الله للنيابة امالنا كبير في ربنا يعني ما كانش احنا اللي هنحوره طب خلي بالكم بقى سندي جملة خطيرة جدا هو الاسف الشديد هو انت اذا لقيت ان الموضوع بيدخل بخلط ما بين المناورة السياسية وما بين غماض العين عن الفساد يبقى بالتالي لازم تتدخل كبرلمان وتحسم هذه الامور فانت عملت ملاجنة كاملة جبت بيانات مستندات ادلة دامغة صوت شهادة الشهود بالصوت واضحة يعني عندنا بيتسجل صوت وساعات بيبقى صوت وصورة داخل بالامر وبنقتر الجميع انت بتسجل لك صوت وصورة على اجراءات واحدة ثلاثة اربعة وطلعت هذه التقرير كامل من اللجنة المصغرة من اللجنة المصغرة من اللجنة الاقتصادية كنت شرفت برئاستها في جهاز ترمية التجارة الداخلية وتم تسليم الملف كله هناك هم طبعا بيحاولوا يتلقينها اتجاهات كده يحاول يبعد بقى الناس اللي كانت يعني عليها في اتهمات موجهة لها في غياز التقرير ويحاولهم الى اماكن مختلفة مين اللي بيعمل كده اللي بيبقى السلطة اللي موجودة السلطة الادارية اللي موجودة في وزارة الوزير او رئيس الجهاز او خلاف فبيبعدوا بقى يمينوا الشمال علشان يفرق دموهم ما بين القبائل وتجدي مثلا ان عندك طب عندكم معلومة الوزير على علم بهذه التفريقة اللي بتحصل في الملف جاولة يفرق الملف بالكامل بيبقى موجود لدى السيد الوزير ملف كامل موجود لدى السيد الوزير والسيد رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين لا انا اقصد الشكل الخاص بان الاسماء اللي ورده في التقرير الخاص من حضراتكم بيتم توزيعها او تجنبها السيد الوزير يعلم بهذا الكلام؟ بيحصل على بعض القيادات الفاسدة احنا بنتكلم انه المحتاج الموضوع اعلى بقى من سيد الوزير هو الموضوع كان في منطقة البساطة والبساطة الشديدة ان التقرير نفسه يتحول للنياب ده اول توصيح نحطنا حولوا التقرير للنياب والله لو هم شطروا وكويسين وحلوين نقدنوا من التحقيق ونديهم نشان لو وحشين النيابة تبتين تاخد اجراتها انتوا ليه بيخبيروا عن النياب حول ده ده احنا اعلى سلطة رقبية في مصر حصل مخطبة للوزير بخصوص التسطر على القيادات الفاسدة مخطبة ايه ده هو معانا هو بيتسلم له ملف كامل عايز اقول لحضرتك طب المرحلة اللي جاية ايه مع السيد الوزير نعم احنا لنا التصرف تاني احنا منتظرين بس الفترة دي علشان البرلمان خاد الفترة دي اجازة ما بعد انتخابات الرئاسة وحيبتدي احنا عارض الموضوع على السيد رئيس البرلمان بتفاصيله كاملة وهنبتدي ناخد اجراء اذا ما كانش حيتم التحويل بوسط الحكومة لان رئيس الحكومة نفسه مخاطب اول واحد وطلع له التارية اذا لم يتم التحويل بوسط الحكومة فبالتأكيد البرلمان طبقا للأواقع الداخلية سيقوم بتحويله النياب بس زيادتك في سياق هذا الكلام يعني اتصور او اشم رائحة ان الوزير قد يكون معني حقيقي بهذا الملف في فكرة التسطر على قيادات فاسدة بوس حضرتك هو اللي حصل ان بعض الاشخاص اللي هم يعني تم توجيه اتهامات لهم في تقرير اللجنة الاقتصادية واللي تم مسادقة عليه طبعا في جلسة عامة في البرلمان بعض القيادات تم بعدهم خالص عن الوزارة بعدهم خالص راح وزارات تانية منهم واحد على سبيل المثال كان تقريبا حوالي 27 مخالفة فيها شبهات تواطق مع مستثمرين راح وزارة الاستثمار 27 مخالفة تقريبا 27 مخالفة من وجهة نظر اللجنة الاقتصادية فيها تواطق أو شبهات تواطق مع المستثمرين راح وزارة الاستثمار مسك قطاع خاص بالتعامل مع المستثمرين برضو يقدي خدمات المستثمرين وزارة الاستثمار يعني وبرطة على الاستثمار يعني شبهات المخالفات بتاعته شبهات تواطق مع المستثمرين راح مسك في وزارة الاستثمار قطاع خاص بخدمات تقديد خدمات المستثمين. طبعا الموضوع كله عليه علامة موضوع شائك وحطير. وتناقشنا فيه مع السيدة وزيرة الاستثمار قالت انها جات لي موافقة من الجهات الامنية. طب الجهات الامنية راح لها التقرير بتاعنا ده. طب زاق يا حضريك بعاتيه لها ده هجيلك تقرير مباشر. هل ده من منطق ان يبقى جيلك تقرير بده وتعيني ده. ده لازال الموضوع امر جدلي. عموما احنا منتظرين ان شاء الله مع بداية انعقاد الجلسات في شهر ابريل مرة تانية ان شاء الله هنبتدل نتحرك في البرلمان انه مش هنقبل زي ما عمله ما قابلناش في التقصح القمح ما قابلناش في السنديق والحسابات الخاصة. سنديق الحسابات الخاصة كان بيتقابل وضوع شريط. ده هتحصل مشاكل ده وتقشبه يعني ان انتو كده بتدمروا البلد. نعم. ودينا وصلنا القاعدة ببيانات وفي حوكمة تتحطوا قواعد حوكمة تتحطى. الجميع دخل